السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء المتجدد موضوعنا لهذا اليوم نخصصه لفضيلة صيام الست من شوال فالحمد لله والمنة اكرم الله تعالى عباده المؤمنين والمؤمنات بصيام شهر رمضان فكان الناس في رمضان بالنهار صائمين وبالليل قائمين وفيما بين ذلك تالين لكتاب الله عز وجل ويتنفسون في فعل الخيرات يتنفسون في عمل الصالحات فهنيئا لنا جميعا بما وفقنا الله سبحانه وتعالى الى ان ادركنا يوم العيد السعيد وكانت فرحة عظيمة فرحة كبيرة اجتمع فيها الاهل والاحباب وتمت فيها صلة الارحام وشكرنا المولى عز وجل على ما اعطى وانعم لكن يبدو بان مناسبات الخير ومناسبات العبادة والطاعة تتوالى على المسلمين ولا تكاد تنتهي ما ان نمر على مرحلة ونسل الستار الا ويفتح لنا ربنا عز وجل مرحلة اخرى اجمل واكمل فنحن بعد ان ودعنا رمضان ها قد جاءنا شوال هذا الشهر الفضيل فيه يوم او ايام مباركات من وفق الى الخير قام بصيامها كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء رمضان يخطب في ابناء الامة الاسلامية انا داك من الصحابة الانصار والمهاجرين فكما حدتنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان له كسيام الظهر الصحابة رمضان سمعوا هذا الكلام اخذوه بفرح وسرور وبدأ بعضهم يهنئوا بعضا يهنئوا بعضهم بعضا لان هذا خير عظيم هذه غنائم ربما ان الاجر والتواب لا يظهر في الحياة الدنيا ولكن مضمون باذن الله تعالى في الدار الاخرة فكانوا يفرحون بمثل هذه الاعطيات اكثر مما يفرحون من اخذ الدراهم والدنانير لان الحسنات قيمتها عظيم عند الرحمن ما معنى من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان له كسيام الظهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفسر هذا المعنى المعنى هو ان الحسنة بعشر امثالها الانسان اذا قام بعمل حسنة واحدة فميزان التعويضات الالهية في ديننا العظيم وهو ان الحسنة بعشر امثالها الى ما شاء الله تعالى فمن صام رمضان وهو تلاتون يوما فكأنما صام تلتمية يوم ومن صام ست من شوال فكأنما صام ستين يوم والمجموع تلتمية ستين هي السنة بكاملها فصيام رمضان يعدل صيام عشرة شهور وست من شوال تعديل شهرين والمجموع اثنى عشر شهرا وهذا هو معنى الظهر فمن وفقه المولى عز وجل للصيام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان يوم القيام مبعوتا وقد مكتوب عليه انه صام الظهر بكامله بانك طول عمرك كنت صائما كل رمضان تصومه وتعقبه بست من شوال فانت دائما وابدا من عباد الله الصائمين طول السنة لكن ليس كل الناس يستطيعون الصيام هذه الايام المباركة من شوال فنريد ان نحط انفسنا جميعا ايها الاحباب الكرام لندفع عنا الاعضار وندفع عنا المطبطات فهناك ابليس وجنوده دائما يقولون ورم التعب وقد جاء الافطار والاكل والشرب والتناعم ويسوف فيما بعد تعالوا بنا ايها الاحب الكرام نبين الفضل في هذه الست من شوال اولها فلعل في صيامنا كان اخطاء لعل نهار رمضان وقعنا في اخطاء وفي دنوب وفي اتام وفي تقصير ولا تجبر هذه الاخطاء الا بان نقوم بالصيام فهذا ودور النوافل النوافل في الصلاة والصدقات بعد الزكاة والعمر بعد الحج هذه كلها نوافل كل عبادة فرضة من الفرائد عندها نوافل اما تكون قبلية او بعدية او هما معا ما دور هذه النوافل هي اننا نحرس على ان نرقع ما وقع لنا من اخطاء في عبادتنا فلاحظوا بان صيام رمضان قبله كنا نصوم شعبان والنبي الكريم كان يحط عليه وقال اذا انتصف الشعبان فامسكه فكاننا نستعيد لاستقبال رمضان ثم بدأ نودعناه نصوم ست من شوال وكأننا نكفر الدنوب والخطايا فلعل كل واحد منا ارتكب خطايا وارتكب زلات وارتكب هنات فهذه فرصتنا لكي نصحح ونرقع ما يمكن تداركه الامر التاني ايها الاحب الكرام هو شكر للنعمة كن بعض الصالحين والصالحات الحمد لله كانوا في رمضان كانوا يحرصون على ان يكون الصيامهم صحيح وفق السنة وهؤلاء ايضا عليهم ويحبد لهم ان يصوموا لماذا شكرا للنعمة فيقال بان من علاماتي القبول اننا نقوم الطاعة بعد الطاعة اذا وفعك الله الى عمل صالح من الصالحات اذا قبلك يوفقك للطاعة بعدها فكان الصالحون يشعرون بان الله تعالى ما علامة قبول صيامنا ما علامة قبول قيامنا وتلاوتنا لرمضان القبول هو انه بعد رمضان يعطيك استعداد لكي تصوم ست من شوال فمن يصوم ست من شوال فهذا علامة عن القبول باذن الله الواحد الى احد ثم نشكر الله تعالى سيّبنا النبي كان يصلي وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وكان يقال له يا رسول الله الم يغفر لك الله تعالى ما تقدم من دنبك وما تأخر فكان يجيب الا اكون عبدا شكورا الا اكون عبدا شكورا فالانسان يتعب ويشقى من اجل عبادة الرحمن فالتعب سوف يزول لكن الاجر والتواب سيضل معك الى قيام الساعة ويبقى معك الى ابد الابدين خالدين فيها ابدا هذا الفضل العظيم الكثير من الناس يقولون هاد الايام واش نصومها مباشرة بعد رمضان ام ننتظر قليلا هو كل خير لكن الافضل ان الانسان يعجل بصيامها لان اننا مبدأ في السنة النبوية وهو المصارع في الخيرات فربنا عز وجل يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين فنحن مطالبين بان نسرع في الخير كلما اسرعنا كان افضل وصابقوا الى جنة عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله دو الفضل العظيم مر ربنا عز وجل يقولنا سارعوا ومر يقولنا وصابقوا فهذا كله حتى على ان نسرع في اداء هذه الايام بعد رمضان طبعا يوم العيد يحرم فيه الصيام ويوم الافطار وتجمع العائلات وشكر النعمة والتكبير ولكن بعدها نبدأ بصيام ست ايام من شوال لان هناك من يسوف يقول من بعد من بعد لان هناك رأي فقهي يقول انها تصام بعد الايام البيض او قبلها بتلات ايام نبدأها قبل الايام البيض بتلات ايام كالك مخافة ان تشتبه برمضان ويظن الناس بانها جزء من رمضان هذا رأي لكن العموم هو ان الاسم يسرع كلما اسرع كان افضل بعض الناس قد يصوم ويبقى يسوف ولا يكملها هناك من يصوم اربعة ايام وينقض شوال ويقول ماذا افعل هل علي قضاء نقول لا الانسان هذه ما فيها قضاء هذا نوع من القربات التقرب الى المولى عز وجل ان اديتها كان لك الاجر كاملا وان لم تؤديها نقص من اجرك اما اذا كتني صالح كوتيب لك الاجر كاملا فلهذا الانسان عليه ان يسرع في الاذاء بعض الناس يتسألون هل نصومها مجتمعا امتفرقة انت بالخيار فتصومها مجتمعا حسن تفرقها على الايام البيض او على الايام الاثنين والخميس كل خير فالمقصود انك تصومها في داخل شهر شوال سواء مجتمعا او متفرقة بعض الناس يتسألون اذا كان عندهم قضاء في رمضان لم يكمل الصيام اما بعض النساء عندهم الحيض فعندها ايام معدودات لم تكن تصوم واما امرأة حامل واما انسان مريض او اا انسان مسافر ولم يصوم بضعة ايام ثم جاءت شوال هل يصوم شوال اولا ام يقضي ما عليه الرأي الراجح عند العلماء انه لابد ان نقضي اولا الايام التي في ذمتنا لان الحديث صريح وواضح من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال صام رمضان يعني اكمل العدة على الاقل تسعة وعشرين يوما من الصيام فلابد ان نقضي الواجب الذي في ذمتنا لهو دين علينا نؤديه اولا ثم بعده نصوم الست من شوال لكن اذا تبين بان الانسان متعب او عنده ظروف قاهرة لا يستطيع ان يقضي الايام التي في ذمته ثم يتبع من شوال هناك رخصة رخصة وان القضاء ربنا عز وجل جعله طيلة السنة فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة فالاصل في القضاء هو طول العام عندك 11 شهر لكن شوال مرهون بشهر شوال اذا انقضى شوال فاتت ايام الفضل لان الايام خاصة بشوال فقط والايام الاخرى له فضل اخر فكل خير بان الله من استطاع ان يقضي اولا فليفعل ومن تعذر عليه يقدم او ياخر حسب المصلحة وحسب القدرة ولا يكلف الله نفسا الى وسعها وهنيئا للصائمين وهنيئا للصائمات وهنيئا للداكرين والداكرات فاللهم تقبل منا صيام رمضان ووفقنا للصيام ست من شوال واجعلنا دوما على الطريق على طريق الطاعة والهداية والنور اللهم أمين يا رب العالمين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا أيها الأحباب الكرام لنفتح خطوطنا الهاتفية من أجل أن نتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60-61-62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50-51-52 واحد الملتمس من أختنا فطنة من ذا البضاء تحاول الاتصال بالهاتف لكن يتعذر عليها وترددت على مقر الإداعة مرات متعددة ويتطالب وتناشد المستمعين والمستمعات تناشدهم أن يدعو لها دعوة خير فطنة كتعرف أحد شاب اسمه حسن سنوات طوال وهي تنتظر منه أن يترق الباب بينهما تواصل ولكن يبدو أن هناك مانع يفصل بينه وبينها استعملت جميع الطرق والأساليب لكنها لم تفلح وبقي الأمل في الله عز وجل ثم في دعوة صالحة من عند المؤمنين والمؤمنات أن يجمع الله بين حسن وفطنة فطنة وحد شاب متواضعة شاب خجولة وتخاف من السنين تمر بسرعة وتحتاج إلى أنها تستكمل فرحتها وأنها يكون له أبناء من الأخ حسن لكن حسن يبدو ظروفه المادية صعبة وعنده موانع نفسية وربما موانع أخرى روحية لم يجرؤ على أن يترق الباب ويتخذ الخطوات فجزاكم الله خيرا تلتمس منكم فطنة وأنتم صائمين هذه الأيام الست من شوال فدلوا واحد فتحة لعل الله تعالى يكتب لها مكاتب الخير فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نتوسل إليك بهذه الأيام المباركة من شوال وهذا الصيام للمؤمنين والمؤمنات نتوسل إليك يا رب العالمين بكل من طفح حول البيت وقبل الحجر الأسعد نتوسل إليك يا مولانا بوجهك ونورك العظيم أن تتجلى على أختنا فطنة بالمحبة والمودة اللهم اجمع بينها وما بين أخينا حسن اللهم اجمع بينهما في الخير اللهم ألف بين قلبيهما اللهم انزع ما بينهما من موانع ومن عكوسات واجعله من نصيبها واجعلها من نصيبه وآنس وحشتها اللهم واجعل هذا الزواج يكون مباركا في القريب العاجل فقد طال عنهم الأمد وكتر عليه الأحزان والهموم فاللهم عجل لها بالأفرح عجل لها بالمسارات بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم ونتحول من ضال بيضاء إلى إقليم شاون مع للا مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم أمين للا مريم شكرا لك وحافظك الله ومرحبا بك يا ألف مرحبا الله يبرك فيك يا مرحبا أهلا وسهلا بيك الله يبرك فيك أنا بغيت نعطيك واحدة محضراء وواحدة مقتفت مننا إياه للا نستفيد نستفيد إن شاء الله إن شاء الله وواحدة مقتفت مننا واتمح لي للزاس بالزاس وقبل ما نعطيك هذا المقتفت كانت مننا كان نوجه اللداء للأخت الوجنة ضد رصة هي كاد نتابر لزارع الصور إن شاء الله يكون لداء لي ليكن موصول بإني الله أي نعم الأخت نعم جهت حيدي للأسفقاء المكفوفين كامين والمكفوفات من فيدي ثمان أجيء وجه نعم توصلت معهم في هذا العيد سعيد مجموعة للأخواتين المكفوفات اللي هما يا أبصلوا حد سين متقدم وكيقلبوا على أزوى الصالحين وأنا عندي الأرقام الهاتفية وكان عاون جديد نداء أي ود الناس بغير يرتبط مع شابات متعددات كان واحد مقتصف مدس إن شاء الله واحد مقتصف مرحبا للا وانت مني إن شاء الله تلاحظ علي مرحبا ملاحظة دقيقة إن شاء الله يا رحم لأننا أول مرة هنقرار الضف يلا بديت الحمد لله زي من خدمه إن شاء الله أنا كنت غنعطي لكم سابقة ولكن الحمد لله شاءة الأقرار من خدمه داره فضل للا إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه نعود بالله من شرور أنصتنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو فلا هادي له ومن يرضي فلا مضي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة وأدى رسالة ونصحا للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتح ولا تموتن إلا وأنتم متنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويؤثر لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ساز فوزا عظيما وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم شكرا لك للا مريم اسمح للا مريم أنت مكفوفة هذا الكلام وش من حفظك ولك تقرأ بطريقة برعي لا كيف الشاب أنا كان القراغة بiche ق vowel نعم أنا كان القراغة ق Witchaby موعة هي بغور السمع بغور السمع أعم وتبرك الله عليك لا لا تبرك الله عليك Scan imdメ قريتي محاربة الأمية قريتي في المساجد لا قريتي محاربة الأمية لا وكيف أشقريت يا ابنتي أنا قريتي بieving وليم كانت في الميدية وجو spark réussi عندين وعندين háدته الراديو الحبياء عندي في habit قريتي المور قريتي هذه يوصصي يعني انتي عندك المدرسة كلها هي كهتمام واغ يعني ما عندك لا مدرسة ما عندك لا مفتيش يعني غير هاد الاجتهاد استطعت انك تحفظي القرآن الكريم وده بدخلتي الحمد لله في الخطب المنبارية ها هو ها هو نعم 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 مريم نعم بإذن الله ربما كان مشكلة في التواصل مع التليفون في نفس الوقت مع الاتير لكن الرسالة وسط يا مريم وسط الرسالة كان شكرك شكر جزيل مريم من اقليم الشاون فاقدة للبصر عمر مقرد في المدرسة واستطاعت بقوة الارادة والعزيمة انها تحفظ الكثير من القرآن العظيم وتحفظ بالقواعد والتجويد وصارت الآن كجمع النساء في اقليم الشاون وكتعلمهم القرآن الكريم وكتحفظهم وكتدلهم التفسير وده بل الآن مريم انتقلت الى مرحلة تانية وهو حفظ الخطب المنبارية الكلام لقاته مريم هذه مقدمة كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما ارد ان يخطب في الامة كان يبدأ بهذه المقدمة ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ويعطي الوصايا العم يا ايناس اتقوا ربكم فصارخوا طباء الجمعة في المنابر عبر العالم الاسلامي يقتدون بهذه السنة النبوية ويبدأون بهذه المقدمة فالغريب ان مريم كان تعطينا واحد الامل جميل هو ان ليس بالضرور ان الانسان حتى يجد هناك مدرسة ومدرس وطاقم تربوي ومجموعة من الاجراءات عادة بيقرأ مريم غير بقوة الارادة والعزيمة عند هاتف دكي وكان تمام واغ عن طريق السمع بدأت تقرأ وتتعلم الغريب ان مجموعة الاخوات ديناك تصلوا بنا في الاداعة وهنا مكفوفات او عندهم اعاقة في الغالب كتلقام كيشتكيوا من وضعيتهم كليك تشتكي بانها فقيرة كليك تشتكي بانها لم تتزوج والسنوات تمر عليها بسرعة وترغب في الحمل كليك تقول بانها لم تتعلم اي حرفة او اي صنعة تكسب منها قوتها كل وحدة عندها مشكلة من المشاكل لكن مريم كلما اتصلت لا تذكر اي مشكلة ما عندها مشكل مريم عندها وحد الهدف في الحياة انها تتعلم وتعلم انها تقرأ ثم بدل كيحصل ذها الوعي ثم تنشره بين الناس فكالقوا بان مريم دائما متفائلة دائما كتشعر بانها مقبلة على الحياة لم نسمعها قط مراته تتصل كل مراته تجب فائدة جديدة ولم تشكوا ابدا من صعوبة الحياة وهذه نقطة ايجابية كان بغير زميع السادة المستمعين انهم ينتبهون اليها كل واحد منا في موقعه الا وعنده من الابتلاءات والشدائط في الحياة ما الله بيعلم ربنا يتنزى في ملكه فكل واحد عدوا نصيب دياله لكن من هو الشاطر الشاطر هو انه لا يحزن الشاطر هو انه لا ينشغل بالهموم وانما يخط طريقه رسم خريطة طريق ويسير اليها قدما يجده يعمل ويشتهد ويبقى دائما متفائل تحية اليك كبيرة يا للا مريم واسأل الله تعالى ان ينفع بك الناس ويجعلك من الصالحات ويرزقك من حيث لا تحتسبين وتحية كبيرة لاقليم الشون ونتحول الى اقليم تازة معالا لا اسراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مرحبا لا لا اسراء كديرا دكتور بي خير اللهي بل فيك للا اعزكم الله عنا فرحانة عزيزة في حيش دليل خطوة حلوة انا كنصورة يعني هدي شرعة سنين ولا خمسين وكنت مني يشد دليل خطوة الحمدى ولا هاليوم معديرا معديرا اسراء ابنتي الله يعني مقامك اللهي يعشر خطواتك يا رب سامينا دكتور دكتور بريتك تدعي معي وبريت نمرضي كدارون عنده واحد المشكي قديش حال من عام وبغيت نشكيه لك. بغيت من المراديال. وخل الله اسراء. مرحبا. نعطي لك لله. غير ممكن تحتينا عن المشكيل او اه ولو باختصار. اسراء. قالوا. نعم كسمك لله. ربما عندك خجل باش تكلمي اه في الاتير. بغيت من المراديال كدكتور. وخل الله اسراء انا عنده زغل استندار. وديعطوها لك باذن الله ونتحدث فيما بعد. وان شاء الله يكون خير باذن الله. لكن نقول لك ابنتي اسراء. اي مشكل. اي مشكل. مهما كان شأنه. راف الاول يبدأ كبير. ثم يسير في الصغر. سبحان الله العظيم يقال قاعدة. كل شيء في الوجود يبدأ صغير. ثم يستمر في الكبر. اي شيء. حتى الانسان. يبدأ جنين. ثم يسير صبي. ثم طفل. ثم اه مراهق. ثم كهل. ثم رجل. وهكذا. حتى النبتة. تبدأ بحبة. ثم سنبولة. ثم ثم شجرة. فهكذا كل شيء في الوجود يبدأ صغير. ثم يستمر في الكبر. الا المصائب والمشاكل الكبرى. كتبت كبيرة في اللول. ثم سرعان ما 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 تبدأ في الصغر. ما تخافوش هذه قاعدة. رحمة بالعباد. ودعها الله لعباده المؤمنين. من فاقهاها. ارتح قلبه. ومن غابت عنه تلقى دائما في كدر. اطمئنه ايها الاحباب الكرام. كل مشكل. ايما مشكل. عندك اعتبر بانه كبير مهما كان كبير. غير خليه. راه سوف يزول وسوف يبدأ يتصاقر يتصاقر ويتناقص. حتى يكاد يزول من تلقاء نفسه. غير بشوية الصبر وشوية الاحتساب. وخليها على الله. ومشي هوي الله. ومن ثم سوف تجد عجائب قدرة الله تعالى. لا لا اسراء ابنتي. اسأل الله الواحد الاحد. ان يفرج همومك. وان ينفس كروبك. وان يعلي درجتك. ويحقق رجاءك. اسأل الله تعالى بحق قوله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ان يعطيك المولى عز وجل من الخيرات والبركات. حتى تشعرين بالرضى. وتمام الرضى. اللهم عجل لاختنا اسراء بالفرج. اللهم عجل لها بالخير. اللهم عجل لها بالبركة. قولوا معنا جميعا امين. امين امين يا ربي يا كريم. ونتحول من تازى الى الجرف الملح مع العواطف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلها تكسر لبس عليك. الحمدلله ابنتي الله يبرك فيك. برق عواش رك. الله يبرك فيكم ولا جميع المسلمين. مرحبك اسمعك اللي لابدع عواطف. نعم. احنا كنسمعكم بزيان. احنا كنسمعكم بزيان. لبس عليك. الحمدلله ابنتي كل شيء بس. العائلة بخير. شو كنسمع شو زيان. غير تكلمي. اتكلمو احنا كنسمعكم زيان. اه مشكل. بطر فغير تقدم مع واحد الوالدة عند دمر ايضا نسكين الله رحمك الوالدين. لا الها الى الله. اه لو? كنسمعك كنسمعك. لا الها الى الله. اه افك الخير. انك كتصل بايدعا. وكتلت تمسي من الناس واحد دعوة دي الخير. بالشفاء للوالدة. والوالدين عندهم واحد مقام رفيع. ربي سبحانه وتعالى اعطاهم واحد القدر. ليس بعده قدر. وقضى ربك ربكم ان لا تعبدوا الا اياه. وبالوالدين احسانا. خصوصا الام. الام اللي جعل ربي عز وجل الجنة. اللي الناس كنت نفسه من اجلها. جعل الجنة تحت اقدام الامهات. هذه الجنة اللي هي غالية التمن. ليبغض التمن. ليسلعة الله الغالية. للناس كي صلي وكي صمو. وكي ناضلو. كي جاهدو باش يكونوا من اهل الجنة. ربي عز وجل اختصرها. فقال بان الجنة تحت اقدام الامهات. فهنئ لكي بالطاعة والاحسان للوالدين. نسأل الله تعالى العواطف ان يشافي الوالدة. اللهم يا رب يا كريم. يا رحمن يا رحيم. نسألك ان تتجلى على ام عواطف بالشفاء الكامل وبالصحة والعافية وتمام العافية. اللهم رب الناس اذهب الباس. اشفي انت الشافي. لا شفاء الا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشافي والدتك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها ويعافيها ويكرمها. وكل من قال امين. اللهم متعنا وياه بالصحة والعافية. وتمام العافية. قولوا جميعا امين. امين امين يا ربي يا كريم. ونتحول من الجرف المالح الى اقليم العرائش مع سيد محمد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم سكر ايضان. اهلا. انا مراته انا مراته. مرحبا لا زوجة سيد محمد مرحبا لا لا. كنت لنا مراته. مبرك عيدك. الله يبن فيكم من الا. تعايد وتعايد كل عمبي خير. صحة جيدا في نحنا ووليدتنا ولد جميع جميع المسلمين. حافظك الله ورعك الله تحية كبيرة لاهل العرائش. مرحبا. هذه خطرة سنحس بادها. ايهلا لك العقل لك للو تحية كبيرة. وسعداتكم بهذاك الاقليم. لي والصغير في حجمه. وكبير في معناه. بطبيعته وجماليته ومناخه. واناسه طيب. الله يزعزك بخير. الله يزعزك بخير. عزكم الله لله. الله يزعزك بخير. سمنالك الصحة. صحة ومضار. صحة ومضار. اللهم امين يا رحمن يا رحيم. اوكي ربان كورين. سناسة كورين. عود لك عندي واحدة بنيتان. ايه للا. لجي لدك ايه. ايه. خمسة. ودبف عمره خمسة عشرين خسة وعشرين ام. ايه. خمسة. ايه. وما كنزلتاشي حاجة. صدبت لها برؤية الشرائية. وشي يجي لسد الناس. او الاكثر واقلة. وبقينا الله سبحانه ما يجبشي تسسر. ثانثين. وما لس عمانتين ذاك الرؤية عاوتينا نعملها ونعملها لها وذك الشي. نعم. ثانثين. وبقي نسكينا هاي ذاك. باقى بعض لمرت. ايه. لايه. نعتني تروت. ثانثين. ايه للا. الحمد لله. شما قدار الله سبحانه. ونعمة بالله. ونعمة بالله. ونعمة بالله. يا رحمة. اللي عودنا ذاك اللي عودنا له ذاك المرة. ايه. ايه. عودت لك ذاك المرة عليه. ايه نعم. فامسين. وعندي الراجل المريض واحد من المرض مزنين. اه. اموها من الله يشافي ناوي شافي كل مريض. يا رب. مريض في المرة. ويزكن بغيت نتصل بك بين وبينك بش يقول لك المرض. دعي معه بتسوى بالشيفاء. يا رحمة يا رحمة. ودعي معا معايا انا بالشيفاء ويجمع تص واحد من المرض الحمد والله بحضر الله الحمد والله. الحمد والله. ربك بيه سبحانه وتعالى. ايه. الحمد والانسان علي شوف ضو الدنيا هدي واحد نعمة من عمد الله. ثانسين. ايها للا. ايها للا. ايها للا. ايها للا. يا رب. اللهم امين. والله بسخلعه وقدم كل بنت وكل اي واحد يعني شعور يقدر الله يسخلو. اللهم امين يا رب. واللي يستعمل المخدر الله عفوالينا وعليه. وعلى وديدنا ولا جميع المسلمين. يا ربي يا كريم. واللي في الحافظ الله يطلق له السراح. يا ربي يا كريم. واللي هو ما شيف الحديد. الله يطريق السلامة. يا رحمة يا يا ربي. الله يسترلك. الله يستعلك. الله يخليك دايما نوارا. اللهم امين. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا الجزيل الجزيل. وتحية كبيرة لأهل العرائش. وشتو الكلام كيدير. اشتو الكلام دي الناس دي العرائش. الناس اعطاهم الله تعالى واحد القلب من جوهر. وكلامهم كله حلو. ودائما في في الخير. اه الشريفة ذكرت كل الناس اللي في البحر. واللي غدا على رجليه. واللي هو ويا كان مسجون. ولي ولي ولي. لا اله الا الله. اه ببدئيا كان بغير قول لك الشريفة. اه الحياة الدنيا هكذا خلق ربي عز وجل ويتنزه. وكي اعطينا بين الفين والاخرى بعض الابتلاءات. هذيك الابتلاءات ما معناها. حلو حد القرصة دي الاذن. الله سبحانه وتعالك يقول لنا يا عبادي انتبهوا. كتسمى ايقاد الغافلين. الصحابة والصالحين. والفضلاء دي لدي الامة. ما كانوش كي اعتبروا هذي مصائب دي الظهر. يعتبروا بانها ايقاد الغافلين. من اللي الله سبحانه وتعالى يصيبك بشيء من الامراض والاسقام او من الشدائد او الكروب او الديون. ما معنى ذلك يقول لك ايقاد الغافلين. يقول لك معناه ان ربي عز وجل ارادك ان تقترب منه اكتر. اقترب منه اكتر. خصوصا ملكت دين الاسباب. كتبشي انت عند الخبراء. وكتبشي عند الاختصاصيين. وكتبشي انفق الاموال. والنتيجة مكناش. الانسان غير جهده. الطبيب غير جهده. الراقي غير جهده. الخبير الاجتماعي غير جهده. ولكن نتيجة مكناش. يقول لك الله تعالى. ليس دائما الاسباب مرتبطة بمسببتها. ليس دائما العل مرتبطة بمعلولتها. هناك قدرة الله فوق كل شي. فكان الصحابة الى الصالحين. الى مرتبهم وحضر في ها هكذا. يقولوا رغم معنى الفكرة. ايقاد الغافلين. تنبيه الغافلين. اقترب من الحق عز وجل اكتر. فاكتر. اربع جبشي فا. لان لا. البنية ديالك اللي هي عندها. هذا المرض ديال العاشق. هذا مرض اه ينتشر في مجموعة من الاوسط. اه الشابات اللي همي في مقتبل العمر. ومقبلة على الزواج. غالبا واحد مجموعة منهم. كي تصابوا بهذا المس. والاسباب كثيرة. كي اللي كتكون غير مهمومة. عند الهموم الشديدة. فيرتبط بهذا المس. وكي اللي هي كتشوف رسالة في المرآة بزاف بالليل. كتبقى دائما كتنظر في المرآة ديالها. فتصابوا بالمس. انواع كثيرة. وكل غير اعتداء. غدا كلمس عجبها. وجاء بغي يآديها. فهذا الجن العاشق كي يصيب الفتاة ويمنعها من الزواج ويظهر لها بالليل. هو ربما يحاول معاشرتها. وغالبا مليك تسول هاد الفتيات. اش كي يبال لك? يتقول لك يبال يا خيال ثم يصير انسان. اه خلق. اه الجسم دياله بحل بحل الشعر دي الجمل. هكا كتشعر بها. وقوي. وكتكهر كي يغلبها. وفي الاخر تمكن نفسها منه. وكتبقى هكذا معدبة. هاد المخلوق هو ظالمون معتدين. على جميع الحالات ظالم معتدي. لانك كي يعدب البنات وكي يعدب اه النساء. كما كان الرجال. حتى هو ما عندهم الجنية العاشقة. كتلقى انسان مهوس. او كتلقى مهموم. حتى هو كي تصب بذلك. ويقاوم في اول الامر. وربما قد يرضخ للامر ويستأنس بهذه الوضعية. لكنها وضعية غير سليمة. لانك يبقى الانسان اه كي بدي اضعاف. وكي بدي مرض. العلاقة ما بين هاد الارواح الخبيثة والناس. كي يخضوا منهم واحد المادة في الجسم دينا. لك تسمى رحيق الحياة. لك تطيني الحيوية والبهجة. كتلقى الانسان وجهه منور. عنده رحيق الحياة. هادك المادة كيمصها. هاد الجن من الانسان اللي هو ممسوس. لان لا درتي الاسباب من اجل العلاج لبنتك. وحاولت بجميع الطرق الوسائل ممكنة. ولكن هناك اه 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 طريقة للعلاج كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن السبعين من امتي يدخلون الجنة. بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. هذا الكلام قال النبي الكريم في خضم وحد المشاكل كان يعاني منها الصحابة وظروف صعبة. فارد النبي الكريم ان يرتقي باحساسهم. لان نمكنك قلب على الاسباب والمسببات وكي اندير وانخطط. واشكول انقضني واشكول ان يقدمي للمساعدة. فارد النبي الكريم ان يرفع هممهم. ماذا قال لهم? سبعون من امتي سبعون الف من امتي يدخلون الجنة. بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. سبعين الف. سبعين عند العرب للمبالغة. ويا ربما قد تكونوا اكتر من ذلك. غير تخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. غير يخرجوا من القبور الى القصور مباشرة. فقالوا من هم يا رسول الله? شكن هادو. قال هم قوم لا يرقون ولا يسترقون. وعلى ربهم يتوكلون. لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. كتلقى الانسان كي حيد اسباب. ما بقى لدي الله رقياء. ما يبقى يمشي عن طبيب. سلم امره لصاحب الامر. يتوكل على المولى عز وجل. لا اسباب دارها. دار الاسباب دار منف طبي. زار الطبيب. مشا عن دراقي. مشا عن الخابير الاجتماعي. اللي في جهده داره. ولكن لا ينبغي ان يبقى هكذا دائما يجري وراء الاسباب. صفرنا اللي عطالله. اشبق لنا التوكل على الحي الذي لا يموت. تتوكل عليه تقول يا ربي هكذا. اللي في جهده درته. وانا الان سلمت امر اليك. في كل يوم او كل ليلة. ملك انبغي الناس. وانا مهموم. وانا مريض. وانا سقيم. وانا معانبيا الى الحق عز وجل. ماذا افعل. حينما اريد ان انام اتوضأ. واصل ركعتين انام على طهارة. ثم اقول اللهم اني وجهت وجهي اليك. والجأت ظهري اليك. وفوت امري اليك. لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. اامنت بكتابك الذي انزلت. وبرسولك الذي ارسلت. هذا التفويض. فوت امري الى خالقي. انتهى. لسولني من الخلق. هنقولي بخير على خير. هنربي لي عالمبيا. عندك ضروف. عندك هموم. عندك امراض. عندك اصقام. عندك مشاكل. لسولك من الخلق. هتقولي الحمد لله والشكر لله. لكن حينما نكون بيننا وبين خالقنا. نشكو اليه. كما كان يفعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان يقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. وقلة حيلتي. وهواني على الناس. الى من تكلني. دعا طويل. كان النبي الكريم يقوله يبت شكواه الى ربه عز وجل. وكما قال سيدنا يعقوب عليه السلام. انما ابت حزني الى الله. يشكو الى خالقه عز وجل. ما الذي يقع? ربنا سبحانه وتعالى يباهي بين الملائكة. ويقول يا ملائكة انظروا الى عبد فلان. وانظروا الى امتي فلانة. اعطيتهم من البلاء والشدائد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين. ها ام صبروا. واحتسبوا وقالوا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيباهي بهم الله الملائكة. ثم بعد ذلك يشجبيهم. اشهد يوقع فيما بعد. الخطوة والموالية الاشتباء. ان اللي اصبر حتى بعض ناس يقول لك ان ذات الاسباب. وانا وكل رمضان وانا ندعي. رمضان كله وانا ندعي. رمضان وانا نقيم الليل وكان صدق وكان القى الناس يدعوه معايا وباقي الوضع كما هو. كما هو. هداك نقول له. ربنا عز وجل ارادك في مقام اعظم. لان اللي كيبقى يدعي وذي الاسباب. وما كي القى نتائج. معنى ان الله تعالى هذا يريد ان يؤخره ليصطفيه. هاد الاولياء اللي كنسمعوا عليهم. وهاد الصالحين اللي كنسمعوا عليهم. والتاريخ عامر بهم. كيف وصلوا الى هاد المقام دي الولاية. اللي قال فيهم الله تعالى. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واللي قال فيهم الحديد القدسي. من عاد لي وليا فقد آدنته بالحرب. باشو وصلوا هاد المقام. ربنا بحالهم. لكن فاتونا بواحد المهمة. وهو انهم حينما يتعرضون للبلاء والشدائد. يصبرون. ويحتسبون. ويسلمون الامر لصاحب الامر. وربنا سبحانه وتعالى في سمائه وعليائه. يباهي بهم الملائكة. يقول يا ملائكتي انتم كتعبدوني. انتم اصلا فطرتكم على العبادة والطاعة. فطرتكم على التسبيح والتكبير. اما هؤلاء فقد خيرتهم بين الطاعة والمعصية. وقد ابتليتهم وزدتهم في البلاء. وصبروا واحتسبوا. فيقول الم اخبركم. لما قلت اني جاي في الارض خليفة. فقلتم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقلت لكم اني اعلم ما لا تعلمون. ها هو الدليل والبرهان. فقل احباب الكرام. اللي عندش شدة من شدائد يصبر. زد في الصبر ديالك. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا. ان لله وان اليه رجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. واولئك هم المهتدون. فوالله وبالله وتالله اقسم غير حانت بان الوضع سوف يتحسن الى افضل ما يمكن ان تتصور. الوضع سيتحسن. هذه البلاء سوف يزول. هذه الاسقام ستزول. هذه الفقرة سوف يزول. هذه الذل والمهنة سوف تزول كلها. ثم غير انتظر قليلا فان ربنا يباهي بك الملائكة. فاذا اعطاك ادهشك. اذا اعطاك فتح لك الابواب على مصراعيها. لان الله تعالى غني وكريم ولطيف بالعباد. اسأل الله الكريم. شريفة دينا زوجة دي محمد. الله يشاف لك ذلك البنية. اللهم يا رب ارفع عنها البلاء. وارفع عنها الجن العاشق. واحفظ ذلك الوليد. وبعد علي المخدرات. واجعلوا مؤمنا صالحا طيبة. الله يشاف الزوج وشاف العائلة. اسأل الله تعالى باسمائه الحسنة. وصفاته العلاء. ان يتجلى عليكم في هذه الساعة المباركة. بالرحمات والبركات. والفتوحات والخيرات. ويجعل هذه الساعة اخرى احزانكم. ويجعل ما بعدها افراح ومصرات. اللهم عجل بالفرج. اللهم عجل بالفرج. اللهم عجل بالفرج. قولوا معنا جميعا امين. امين امين يا ربي يا كريم. الى اقليم اسفي مع للا مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريم من اقليم اسفي. اهلا بك يا مريم. وربما هناك مشكل في التواصل. مع دراما يا مريم. تحية كبيرة لك. ولساكنة اقليم اسفي. واسأل الله الواحد الاحد. ان يفرج هم المهمومين. وينفس كرب المكروبين. ويقضي الدين عن المدينين. وما ذلك على الله بعزيزة. ربنا عز وجل لا يحتاج الى اسباب ومسببات. ربنا عز وجل امره بين الكاف والنون. اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون. يكفي ان الانسان يكون قلبه مرتبطا بالله. ولسانه رطبا بدكر الله. ودائما اوصيكم ايها الاحباب الكرام بالتفوض. وافوض امري الى الله. دائما لا تحزن. لا تحزن. عندك مشكلة في المحكمة. عندك مشكلة في القضاء. في الشرطة. عندك ديون في البنك. عندك مشاكل مع العائلة مع الجيران. عندك وعكة صحية ملفات في المصحات. كل هذا ليهم. لان الله سبحانه وتعالى. اسمه الرحمن الرحيم. اللطيف بالعباد. ادعوه كثيرا. وسترى عجائب قدرة الله. لانه كل ليلة يكتب قدرا جديد. اطلبه ان يكتب لك قدرا عظيما. قدرا جليلا. قدرا مباركا. وسوف تجد عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. هناك مكالمات كثيرة على الخط. لكن يبدو اخونا سامي اه نسكة تلبغي الرقم الهاتف الشخصي. لكي يتحدثوا عن قضايا اخرى خارج البرنامج. اه ربما هناك بعض القضايا الحساسة. او المثيرة. او التي ربما فيها شيء من الحياة او الخجل. فلا يجروا اه بعض المستمعين على البوحي بها امام الملأ. فمرحبا اخونا سامي كيعطيم الرقم. نتواصل فيما بعد. ونتحول الى اقليم العيون مع السي خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امي كورا ايضان هذا. حيك الله سيدي خالد. وانك دعم انا وحد دعوة دي الخير. يا رحمن يا رحيم اخويا. يا رحمن يا رحيم. وانا اعمل حاجة تحل خاطئ. الله يسابن اخبار الخير اشبخ عليك ولدي. انا عندي جوجة ولدات. ايه. بنية ولد. نعم. وانا اتعلم معاش وانا نخدم الكروزة. ايه. وكاني ومع اي ميح مع اي الوليدة ما تشوفش. ليلى هي لله. وكنت قلت للمرأة صافية الوليدات باركة عنينا هالجوجة ما تحمليش. ايه. وحملت المرأة. نعم. ونوى التنويات توصل لني ممنوج لا تحيد يوم ما تحيد يوم. هذا هو الخطأ ليدت. وحيدتهم. لا. نعم. نكمل لك. ايه. وربي على الخطأ ليدر يا يتمقنع شب واحد عطاني شو الزاد وعندي شويميين وليدوا وبنية. مارك الله تبارك الله. وانا حصيش براسي درس خطأ. ايه. ويقاتليها الشعطة علينا الله. سبحانه. ومعرف في الدنيا يدخلوا لنا بالرزق. اكيد. وانا نقولش كامل ايه ضروف مادية. انا عندي اكررسة. ليلى هيدا الله. وكاري وزمن غالبني. ليلى هيدا الله. وباش الدريء معي الواليدة مسكينة ما تشوفش. ليلى هيدا الله يا رب. والمرأة شوية تياعيانة. والدلالي عندي يشوش المدرسة وهاد شويميين. ودبس ان عاون انا فقدر وليد مريح. لمن خدنا باش نضور بكاررسة وليد مريح. الله 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 يا عاونك اخو يا حملك تقيل. وانا ما بغيت توحش هام واحد يقولي وش خاصة وش حاجة نعطيها. لقول انا مضيش واحد يعطيني. وعاطيه والله سبحانه وتعالى. ودبس عندي السلاف ريال. ادي السيمانة دي الحليب. ايا اخو يا. وما يشك والله اخي سوف اخدميش كلتا واحد. ايا اخو يا وكان قد سافدوا بعض ديتنا. لا اله الله ونعمة بالله. وانا بايش افتطيني وحد دعوة لي والواليدة اكشافة لي معينها. يا ربي يا كريم. وفي السكوار وفي الانس تدق لانسولين. الله الكبر ليلة. انا عادي ندولها لك. واخا سيدي بإذن الله. ويرحم اخو الوالدين. مرحبا اخو يا. وانا عشيت السنين هدي وانا سنطب باش شلية الخط. الله يحب دقي سدي خاليد الله يعلي مقامك مولاي. وانحنا متبعينك ديما وما يخلي لك وليداتك. الله مامين. شكرا لك اخو يا خاليد. شكرا لك. المرضي. الشريفة. ديما تبكي جهو يا الله يشلية الخط. واخا عندك نسمعو لها سيدي نسمعو لها. ايا استعمل ايا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم والسلام الشريفة للا وسلال الله. لباس الحمد لله. يبقى صحيحة ديالكم وللا. لباس سيدي الظالي عالم. متطلعون على كل شيء. لا اله الا الله يشافيك ويعافيك. يا رحمة يا رحيم. يا رحمة يا رحيم. في ليبيا. ايا. من طلقة من ابوها انا. ايا. ايا. من لي متى حسن ثاني. لا اله الا الله رحمة الجميع. مش كاش. ومن لي انتظرر بس بشوفها. ناست. ناستنعن هذا. ناستعن هذا. ستة وعشرين ديال هذا السيدي مرام مدان. الله اكبر ان للاه واني راجعون. بك في بيولي ذاتك. الله اكبر. وما بقيت شتا. الله اكبر. الله الا اكبر. الله اللي يعلم بك. لا اله الا الله. ودلك ما بقيت كنتحذر كنت طلوم الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يا رحمن يا رحيم. والنناس تستمعوا يقولوا امين. وانترك محبوب ومكروم عب هذه اللي داعوا لك انتمعوا منك. الله يحفظك لله. الله يحفظك لله الشريفة. الله يحمدك الوالدين. لا يلها ايل الله الله ما امين. الله يحفظ سيدي. الله رحمه. شكرا لك للا شكرا لك. نعم سيدي. وخاسد يا خالد بي بإذن الله خوية الله حفظك أخوية لا حول ولا قوة إلا بلاك نشكرك أخوية ونشكر الولدة ديالك ونعزيها عظم الله أجركم صعيب مجموعة دي المواطنين والمواطنات فعلا كانت علاقة طيبة بين المغرب وبين ليبيا من اللي كان المغفور له الحسن الثاني طيب الله ترى كانت القلوب لا شاء الله كان المغرب العربي الجميل كان المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريطانيا كان يقوم وحد المغرب عظيم مغرب عربي يقع فيه التضامن والتكافل والتنمية المستدامة كانت تزول الحدود الإصطناعية وكان يكون المواطنين المغاربة في جميع هذه البلد الخمسة يكونوا إخوة متحابين متعانقين فعلا مجموعة من المغاربة هاجروا إلى ليبيا كانت من الخير الحمد لله كانت من النفط كانت من البترول كانت من القاز كان اليد العاملاء القوح لشيء جميل جدا لكن من كان يدري بأن الأوضاع تأزم هكذا وصارت إلى ما صار إليه النزاع بين المغرب والجزائر ولا حاجز في بناء هذا المغرب العربي الجميل هذا الحلم الجميل لك نكت منه جميعا الآن بعد الربيع العربي ها هي ليبيا تتساقط وتتهاوى أمام النزاعات والفرقة وبقية الدول تعاني ما تعاني منه لا حول ولا قوة إلا بالله المغاربة العالقين في ليبيا مشكل كبير لطالما جوعدنا واحد مجموعنا للإدعاء وحكوا لنا على مشاكلهم وضروفهم كانت أسفوا لما وقع شريفة بعد غيبة طويلة لابنتك توفت في هذا الشهر المبارك 26 رمضان بحادثة ولم يكتب لكم اللقاء أكيد أن هذا حزن عميق وهذا ألم شديد ولكن قدر الله وما شاء فعل هذا كانت اسم القضاء والقدر ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هنا الإنسان كيوقف كيوقف العقل كيوقف الفكر وكيوقف تأنيب الضمير كيقول الأمر لله من قبل ومن بعد هو سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه هو أراد أن يرانا هكذا ونحن حاملين شاكرين لكن أبشرك شريفة بأن من مات بحدد السير ركت سماء موت البغتة من الشهداء ربح الغريق وبحل الحريق وبحل من سقط من علين وبحل مرأة عند الوضع وبحل من أكله حيوان مفترس دار وغير ذلك فهي إن شاء الله قد تكون شهيدة هي وأولادها بهذه الحادثة المؤلمة الفزعة ولكن بمقابل ربنا عز وجل كي أعطي تعويضات كبيرة تعويضات كي أعطي لمن توفي بهذه الحادثة مقام الشهادة عند الرحمن وأبشري الحمد لله الدنيا كلنا نحن كنا مودعين دنيا قصيرة الموت فراق ولقاء فراق هنا ولقاء هناك وسوف نلتقي جميعا رأيك يبقى فينا غير الحر دي الفراق فقط وإلا فإننا كلنا سوف نلتقي كلنا سوف نلتقي عند الرحمن نلتقي جميعا نلتقي جميعا سوف نلتقي جميعا ونحمي الحقائب ونأتي الطائرة لتعيدنا إلى دارنا الدار التي كان فيها أبونا أدم وأمونا حواء قبل أن يقول لهم الله تعالى إهبط منها فأسأل الله تعالى أن يرزعك الصبر والسلوان وأسأل الله تعالى أن يشافيك من بصرك ويشافيك من كل جوارحك وكان قل لي أريدك سيد خالد كان قل لي الخطأ وارد من اللي أرفضت الأبناء ولكن هنيئا لزوجتك التي أرشدتك بالخير وأرشدتك بالصلاح وفعلا قد استدركت الخطأ استدركته الحمد لله تعالى الآن ما عليك من شيء لعلك إن شاء الله تعالى هو يتكمل في العمل ديالك ونسأل الله الواحد الأحد أن يعينك ويجعل ذلك الوليدات يكونوا مرزوقين ويكونوا مكرومين ويكونوا مرحومين اللهم افتح لأخينا خالد أبواب الرزق اللهم ارزقه ببركة هذه الوليدات اللهم افتح له رزقا واسعة إن كان رزقه في السماء فأنزله وإن كان رزقه تحت الأرض فأصعده وإن كان رزقه بعيدا فقربه وإن كان رزقه قريبا فمكنه منه وإن كان رزقه قليلا فكثره وإن كان رزقه كثيرا فبارك له فيه اللهم ارزقه رزقا حسنا وبرك له في الزوجة وفي العائلة والأحباب وكل من قال آمين اللهم ارزقه رزقا حسنا ببركة الساعة المباركة التي حان فيها وقت آدان صلاة العشاء حسب توقيت الضار البيضاء والنواحي نرفع الآدان نقوم للصلاة ثم نعود لنواصل تقبل الله من الجميع صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل منا جميعا الصلاة اللهم وفقنا لأذاء هذه الفريضة في وقتها مع الجماعة في مساجد الله وارزقنا اللهم فيها الإخلاص وارزقنا فيها القبول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونعود أيها الأحب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات اللحظة نأخذ مكالمة من إقليم شي شاو الله سمعك وعمك وريبا للا زينب مرحبا بك للا للا عمك وريبا للا بسعلي حافظك الله وراعك بركة وراعك الله يدخل لكم السحو العافية وطل عمر يا ربك مرحبا للا زينب يا ربي يا كريم يا ربي يا رحيم يا ربي يا رحيم يا ربي يا ربي يا كريم شكرا لك للزينب حافظك الله أكرمك الله أكرمك الله أكرمك الله شكرا للزينب وذكرتنا بالحج وهذه فرصة لكي نذكر المستمعين والمستمعات وكافة المواطنين لذلك البلاغ اللي وضعته الوزارة للأوقاف الشؤول الإسلامية أنها فتحت التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج بدأ من يوم عشرة من اليوم لإثنين وسوف يستمر إلى حدود واحد وعشرين في الشهر يعني اللي عنده رغبة في الحج غادي قصد المقطعة اللي كيسكن فيها مقر السكنه وتما غادي القائم دي التسجيل وضع نفسه في هذه المدة محدودة رهى من عشرة إلى واحد وعشرين في الشهر دي اليونيوم ونسأل الله تعالى للا زينب أن يكتب لأمك وأبيك حج هو الحجاج تم اختيارهم متى تم اختيارهم في السماء ليلة القدر المباركة ليلة القدر ربنا عز وجل كلف الملائكة وهو قادر على كل شيء كلفهم بأن يعد له قائمة بأسماء ضيوف الرحمن هذه السنة فقد تم اختيارهم سلفا في السماء والإجراءات فوق الأرض تقرأ إجراءات إدارية وإلا فقدر الله تعالى محتوم نسأل الله تعالى أن نكون جميعا ممن اختارهم المولى جل جلاله من الذين سيؤدون مناسك الحج هذه السنة وكل سنة بإذن الله الواحد الأحد الفرد الصمد وأسأل الله للا زينب يكرم والديك بحجة مباركة بلا تعب ولا مشقة تكون هدية من السماء كرامة من عند الرحمن بش ممكن نحصله على هذه الهدية سهلة ومهلة هو أن الإنسان كيجعل قلبه مسلم اللي بغى يمشي للحج وكيخاف من القرعة ودائما يلقى مشكلة أو ما عندهش الإمكانات المادية أو الوقت لا يسمح له بأن يسافر هذه المدة طويلة فهذه الحواجز كلها ستزول كيبدو في الأول بإصلاح القلب أن الإنسان يقول المحبة للجميع ولا عفو على الجميع الله يسامح والله يخلف من أعماق القلب خلي قلبك سليم ثم لسانك يكون رطبا بذكر الله لسانك رطبا بذكر الله ثم تكون عندك النية بأنك تقدمي ذكر الخير أنك في محطك ربي أنت ما تقول لا تسعى في الخير مع أهل الخير غير هذا الشروط ثلاثة ثلاثة قلبك سليم فيه المحبة والمودة والصفح والعفو عن الخلق القلب ثم اللسان أن يكون رطبا بذكر الله تعالى دائما يذكر المولى جل جلاله ثم عندك النية أنك تمدي ذكر الخير لقل لك نتعاونوا نتعاونوا لقل لك نديروا نديروا ما تفكرش بالله عندك العزيمة بهذه الصفة الثلاثة المختصرة ربنا عز وجل يصطفي من عباده ويختار لهذا الموسم المبارك فأسأل الله تعالى يكون والديك من هؤلاء الذين أكرمهم المولى عز وجل بهذه الزيارة الميمونة أيضا للذين بك شكرك ذكرتنا أن الطلبة ديناو الطالبات التلاميذ والتلميذة ولدتنا عنده زهد الأيام الباكالوريا وأنهم في وضعي دي الخوف ودي القلق ودي التوجس نقول لهم يا أبناءنا الأعزاء الباكالوريا مشي بوع بوع خطير هي مجرد واحد المرحلة بسيطة جدا كلنا اجتزناها بكل أريحية غير ما تكبرهاش ما تعظمهاش ما تجعلاش عائخ كبير بينك وبينها لا أعتبر بأنه واحد ممر بسيط غدوز في بي سلام رجع الضروس ديالك دون أن تقهر نفسك ودون أن تفرط دائما الوسطية والاعتدال كننظم وقتي كنحفظ كنقرأ كنعتمد على رب العالمين وكنمشي وانا بمعنوية مرتفعة رالي كيخافوك يتقلقوه وكيشعر بالفزع كيضيع من القدرات دياله والمؤهدات دياله نعتبر بأنه ممر عادي وانطلب الله تعالى يوفقها جميع التلاميذ والتلميذات اللهم يا ربي اجعلهم موفقين في امتحانة البكالوريا واجعلهم ناجحين متألقين واسعد قلوبهم وقلوب والديهم بهم واسعد قلوبنا جميعا بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وانطلب الله تعالى يوفق الأخ ديالك في النجاح يكون شاء الله من ناجحين الفالحين ويكون شاء الله من المتألقين وهذه الأخت اللي هي عند موانع في الخطبة الموانع يزيلها الموانع كان في كل مجال كان في الزواج كان في التجارة كل موانع في العمال كل موانع في الامتحانات كل موانع في الحياة كلها واسهل ما نزل به الموانع هو أن نكترى من الاستغفار بحسب الاشياء عندك الموانع في أي غرض عندك صراع مع المحيط ديالك عندك نزاع مع الزوجة عندك نزاع مع الباترون عندك قلة المال عندك ضروف كلها معكسة سهلة مهلة تزول بأمر الله تعالى كيف؟ بالإكتار من الاستغفار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يقول من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب خلاص ببساطة جدا وسبح الله العظيم وأنت تكتر من الاستغفار شأنك يعلو عند الرحمن ثم ما هي إلا أوقات وجيزة حتى تجد الفتحات تجد الكرمات تجد الأعطيات تجد القبول في الأرض والسماء فلنكتر من الاستغفار وسوف نرى عجب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتب إليه أقولها وأكررها على الأقل مئة مرة في اليوم وسترى بأن العقوسات والموانع عمر ما تحط بك دي ما عندك القبول فين ممشيتي إن شاء الله ميسر فين ممشيتي كلمتك مسموها ورايتك مرفوها وجيبك عمرو ما يخوى بإذن الله الواحد الأحد شكرا لك إلى الذين وبرك الله فيك وفي العائلة أجمعين ونتحول إلى إقليم آخر نتحول من ششواء إلى إقليم تازى معالى لخديجة السلام عليكم مرحبا لنا خديجة السلام علي اسمح لي الله يرحمي الوالدين مخلوعة شوية لا بنتي اللي احنا في الأسرة واحدة نقاسي مع العائلة ومع الحباب الخلعة كتكون بالامتحان كتكون أمام القضاء أمام مفوضية الشرطة احنا في هذا البرنامج دي الأسرة دي الأريحية خذي راحتك كاملة وألف ألف مرحبا لنا خديجة يا الله يرحمي الوالدين أنا غادي نطلب منك الدعاء والدي غادي يدوز غدوك ماشي معا غير معا ولدي أيها للا مع وليدات المسلمين أجمعين أنا العام التي كان خسر بصفة نصف نقطع الله أكبر دت بكنت من نام الله رب العالمين ما يضيع نيش هاد العام يا رحمن يا رحيم جميع وليدة المسلمين اللهم امين يا رب انا ما كان بترشغير الولدي الولدات المسلمين اجماعين اللهم امين للا خديجة وقنت لما الله رب العالمين يشفي الزوج ديالي مريض وولدي الصغير مريض الله يشفيهم اجماعين يا رب وكنت من الشفالي الجميع الهدرام اني كان كنا على الهواء الهدركة تمشي اليودك شي هرا كان عياما انتصل في الرقم ديالك الخاص وشنيت اليوم كان كاي صوني وشو يقطع التليفون الله يرحم الوليدين ليلة هيد الله وخا شريفة وخا بإذن الله الواحد لانا اليوم عندي العمل في وحد الادارة كان ضل من تسع وتصبح حتى الاثمينة الاشياء والله بدون انقطع من تسع وتصبح الاثمينة الاشياء وانا في عمل شديد في ملفات وفي مواطنين ومسؤوليات وعمل مكتبي حتى لم ارى اولادي والله معديرا معديرا لبعض الاحباب كان نحاول نجاوب الى ثلاثة ربعة خمسة عشرات المكلمات وكل مكلمة كتدي لي وقت كثير لانا كان نكون فيها مسؤولية وفيها طلب تدخل وفيها وهذا كي ياخذوا واحد الوقت كثير فمعديرا معديرا واسأد الله الواحد الاحاد يحفظكم جميعا ويرعاكم للا خديجة كنشكرك الشكر الجزيل على التواصل لك وذكرتنا بان الابناء دينا هروا في البكالوريا غدا الامتحانات ونسأل الله تعالى ان يرزق ولدك فهم سيدنا سليمان وحكمة سيدنا لقمان وان يجعل كل عسير عليه سهل يسير الله يجعلهم موفقا يا رب يعلم الله في الغيب ويفق الله تعالى ويلهمه الصواب والرشاد هو وجميع ابناء المسلمين بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وكان قل ابناء دينا التلاميذ والتلميذات من لي الامتحان نستحضر بان هذا امتحان الدنيا لا يسوي شيء لان كله الى زوال ولكن امتحان الاخرى عظيم من لي كنتذكر الامتحان الاخرى يهون علي امتحان الدنيا ومن لي كنشعر بانني عندي صعوبة اسهل طريقة هي انكتر من الصلاة على النبي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصلاة على النبي كل من ويت في خاطرك ربي يعطيه لك ربي يعطيه لك سبحانه وتعالى انك كتنويدك شيء اللي بغيتي وكتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الامتحان غتلقى المفاجأة الصارة غتلقى بان السؤال لغتره انك سبق لك درسته ورجعته وفهمته فهما جيدا وغتلقى بانك الافكار بدأت تتسابق في ذهنك وغتلقى بان قلمك سيال يكتب بوضوح بخط مقروء وجميل ومنظم وغتلقى بان الافكار جاءت متناسقة وغتلقى بان الوحدة الموضوعية للموضوع المطروح ربي ألهمك فيها الصواب وغتلقى بانك تذكرت المقدمة والإشكال ثم رجعت للخاتمة بأسلوب فصيح وبليغ سواء بالعربية أو بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالإسبانية ثم المواد العلمية هتلقى بان جميع المعادلات المعقدة ربي سبحانه وتعالى أعطاك الفتح الرباني فيما تكسلك واحد الباب من الأبواب صلي على النبي ما تفزعش إياك تخاف إياك تقول هاد شي كتير عليها أو هاد شي ما رجعتوش وتشعر بالارتباك إياك حط السيلو حط الورقة صلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله اللهم صلي وسلم على رسول الله أخذ واحد النفس ارتح غيجي الإلهام غيجي الفتحات غيجي الكرامات غيجي البركات وغيجي الأنوار والإشراقات الربانية وغتلقى بأن الجواب غيجيك من عدر بالعالمين وغتلقى ورقتك فيها القبول وغطح في واحد المصحح حتى هو غيجيكون ميسر واحد المصحح اللي غد يكون مبارك وغد تكون نقطة إن شاء الله تعالى مرضية إن لم تكن عالية وعالية جدا بإذن الله فأسأل الله الواحد الأحد لأن خديجة يرزق أولدك النجاح والفلاح إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله هتعود التصريبين فيما بعد وغتبشرين بأنه قد نجح وبنقط عالية بإذن الله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه وأسأل الله تعالى أن يتجلى على زوجك وعلى ابنتك بالشفاء الله يشفهم الله يعافهم يا رب بحق قولك وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين يا رب بحق هذا القرآن العظيم الذي نزل ليلة القدر في رمضان هذا القرآن الكريم الذي تولي في كل وقت وحين اللهم يا رب تجلى على الزوج دي ليلة خديجة وعلى ابنتها بالشفاء الكامل والتام فضلا منك وإكراما قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين ونتحول إلى إقليم الصورة مع ليلة حليمة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلامة أهلاً بنتي حليمة خليك بيتك عدد دمائيش دعات أنا مرحباً عايض لك مرحباً بنتي أهلاً دمائيش دعات للوليد ودمائيش دعات لي أنا يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم لله حليمة شكراً لك مرحباً عايض الكنس الليداء أيها بنتي عقلت عليك ابنتي حليمة شكراً لك بنتي حليمة شكراً لك وتحية كبيرة لك ولساكنة إقليم الصورة حقاً كانت تقول لما سألتي عن نبي الله إدريس يسمى الشيت ومن أوائل الأنبياء والمرسلين وكان في حرفته خياطاً لأن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا عندهم حرف وعندهم مهن كل واحد له مهنته سيدنا نوح كان في الأول فلاح زارع يزرع الأشجار باش يدير الخشب باش يصبح السفينة وملبا تحول إلى نشجار فقطع الخشب وارد سفينة ثم تحول إلى بحار لأن كان ينتظروا الأمطار اللي غدت نزل والسفينة غدت نمشي في عباب الأمواج فتنقل من حرف متعددة من زارع إلى نشجار إلى بحار وقص على ذلك نبي الله يوسف عليه السلام كان وزير وكان مستشار خاص للملك وسيدنا المسيح عيسى بن مريم في الأول كان صباغ كان يشتغل في الصباغ ثم بعد ذلك تحول إلى صياد كان يصطاد السمك ولما فضى عليه السمك قال لأتباعه الحواريين هل أم بنا نصطاد بني الإنسان فكان يدعو إلى دين الله تعالى وهكذا كل نبي من الأنبياء إلا أعطاه الله تعالى أعطاه الله تعالى وحد الحرفة سيدنا داود عليه السلام كان حداد ولما صار نبي صار عليه السلام أنه يصنع لبس الحربي للجنود وسيدنا موسى عليه السلام كان راعي يرعى الغنم وكان في اللح وهكذا جميع الأنبياء إلا وعندهم حرف وسيدنا داود كان خياط كان خياطا يخيط التوب لكن بمدى يمتاز وأنه قبل أن يغمز أو يغرس الإبراء كان يسبح في كل غرزكه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فكان من أعظم وأبرك الأنبياء والمرسلين بنت حليمة أسأل الله تعالى أن يحفظ والديك ويشافيهما ويبارك فيهما ويمتعهما بالصحة والعافية وتمام العافية وهذه مناسبة دلوحدة ودلخير جميعا للأحباب الكرام فاللهم يا رب العالمين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا مريضا إلا شافيته ولا ضالا إلا غديته ولا مولودا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا تلميدا أو طالبا إلا نجحته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته ولا حاجة من حوائش الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا عبادك بن عبيدك بن إمائك نواصينا بيدك عدل فينا حكمك ماض فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استعترت به في علم الغيب عندك أنتجل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ودغابهم منا اللهم احفظنا جميعا بما حفظت به القرآن الكريم وارعانا بما رعيت به الذكر الحكيم اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا مرشدة وفي القبر مؤنسة وإلى الجنة رفيقة اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تتقبل منا جميعا صيام رمضان وقيام ليليه وختم القرآن وتوفقنا جميعا لصيام الست من شوال وارزقنا اللهم فيها الإخلاص في القول والعمل اللهم وفق جميع التلاميذ والتلميذات والطلب والطالبات الذين هم أمام الامتحانات يا رحمن يا رحيم اجعل كل عسير عليهم سهل يسير اللهم اعطيهم النجاح والفلاح اللهم بارك لهم في التحصير العلمي ووفقهم لحسن الإجابة واجعلهم يا رحمن يا رحيم جميعهم ناجحين فالحين اللهم أقر عيون والديهم وأحبابهم بنجاحهم اللهم وفق المسؤولين في قطاع التعليم والتربية والتكوين على أن يقدموا المساعدات اللازمة لأبنائنا وبنتنا ويكونوا بهم رحماء لطفاء اللهم وفقهم توفيقا عظيما وبارك فيهم يا رحمن يا رحيم ونسألك اللهم أن تشافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم كل من كان مريض وكل من كان سقيم وكل من كان عليل يا ربنا عجل لنا وله بالشفاء اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم كل من كان مريض بمرض عضوي أو بمرض نفسي أو بمرض روحي اللهم شافي الجميع اللهم شافينا في عظامنا وفي لحمنا وفي دمنا وفي جلدنا وفي شعرنا وفي أبصارنا وأسماعنا وعقولنا وقلوبنا وشافينا في أرواحنا وشافينا في نفسيتنا اللهم شافينا من كل دا ومن كل سقم وكذلعل الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا أجمعين ويبارك فينا أجمعين اللهم يا رحمن يا رحيم كل من كان فقير وكل كان محتاج اللهم افتح لنا وله جميعا أبواب الرزق الحلال يا رزاق أرزقنا وإياه رزقا واسع اللهم أكرمنا بكرمك وجد علينا بجودك اللهم أرزقنا رزقا حلالا طيبة وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقنا من القرش الحرام بالماء والثلج والبرد واجعل كل طعامنا حلال وكل كسبنا حلال وبارك لنا في القليل حتى يصير كثير فضلا منك وإكراما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وألف بين الأزواج والزوجات اللهم اجعل بين كل زوج وزوجة مودة ورحمة وفرحة وسرورة انزع يا مولانا من قلوب الأزواج والزوجات نصيب الشيطان انزع منها الغيرة والغضب والتمرد وحب السيطرة اللهم يا رب واملأ قلوب الأزواج والزوجات محبة ومودة وتضحية وسعادة وسرورة اللهم بارك في الأولاد والبنات اللهم أنبتهم نباتا حسنا اللهم اجعلهم مرضيين اجعلهم مهديين اللهم احفظهم بالسبع المثان والقرآن العظيم اللهم كل من كانت عازبة أو كان عازبة اللهم آنس وحشة العزاب والعازبات اللهم اختر لكل منهما نصيبه ونصفه الآخر اختره له من عندك يا مولانا واجعل اختيارا موفقا مباركا وكل من ينتظر الحمل اللهم بشره بحمل قريب اللهم ورزقه الدرية الطيبة بالذكور والإنات وعجل لنا ولهم جميعا بالفرج والخير والبركات وكل من كان مسجونا وراء القطبان ولم يشمله العفو الملكي السامي في هذا العيد السعيد اللهم عجل له بالفرج اللهم عجل لسجانائنا بالفرج يا رب يا كريم اللهم اصلح حالتهم واصلح سريرتهم وعجل لهم بفرج قريب فضلا منك وإكراما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وكل من توفي لنا ولكم من أحبابنا وأقاربنا وأقاربكم اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واجعل قبورهم مزار للملائكة واجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين اللهم احفظ هذا البلد الأمين اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء اجعل في بلدنا الأمن والأمان اجعل في بلدنا الخير والبركة اللهم رخص أسعارنا وكتر أرزاقنا ووفق جميع المسؤولين لما تحبه وترضاه اللهم بارك في سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس اللهم وفقه للخير وعينه عليه ومتعه بالصحة والعافية وتمام العافية وأكر عينه بولي عادي المحبوب المولى الحسن وبسنوه الرشيد المولى الرشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة اللهم وفق جميع ولاة المسلمين إلى الخير اللهم وفقهم للعمل الصالح اللهم ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم وارفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان يا رحمن يا رحيم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك السعيد على أثير هذه الإذاعة اجمعنا قريبا في مكة المكرمة واجمعنا في المدينة المنورة واجمعنا فوق جبل عرفة ومنا ومزدلفة واجمعنا يا ربنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين